مساء الخير بات للبنان موازنة عامة نجح مجلس النواب بإقرار مشروعها وأقفل صفحة من النقاش الطويل على مدى الأشهر الماضية وبالتالي وبالرغم من كل السلبيات والملاحظات باتت موازنة العام 2022 هي القاعدة التي يمكن البناء عليها من أجل تحديد شكل ومضمون موازنة العام 2023 وما يجب أن تضمنه من أمور إصلاحية على أن ما أخذت الموازنة من نقاشات داخل المجلس وخارجه وبكلام حق وآخر شعبويا بات جليا أمام الرأي العام الذي اكتشف بالوجه الشرعي من يريد الصالح العام ومن يريد المزايدات الخاصة في الجلسة أعلن رئيس الحكومة نجيب مقاطي أن الصندوق تعهد أن يسدد العجز في ميزان المدفوعات وإلا فأننا ذاهبون نحو التضخم وهو ما استدعى ردا من رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول عم تغلط يشطب من المحضر وأضاف رئيس المجلس أننا والمجلس النيابي لا نخضع لا لصندوق النقد ولا لغيره والمجلس سيد نفسه على أن استحقاق الموازنة هو واحد من استحقاقات سيحملها هذا الأسبوع فأن تشكيل الحكومة وما يرافقها من أجواء إيجابية ستحضر في الزيارة المرتقبة للرئيس نجيب مقاطي إلى قصر بعبدة وفي هذا الإطار لفت الرئيس بري إلى أنه مع تشكيل الحكومة اليوم قبل الغد لكنه لا يريد ويصطبق ما سيقول إليه اللقاء المرتقب بين الرئيس عون والرئيس المكلف بتشكيلها وفق ما أشار في حديث لصحيفة الشرق الأوسط وأكد أن هناك ضرورة لتشكيل الحكومة لكن انتخاب رئيس جمهورية جديد أكثر من ضرورة لقطع الطريق على من يراهن على الفراغ الرئاسي رئيس المجلس عبر أيضا عن ارتياحه للكلمة التي ألقاها المفتدريان في لقاء دار الفتوى اشتركوا في القناة